فترابيب وجمع بولاية أهران أين لا تزالت تحقيقات متواصلة وبالعودة إلى فاجعة أخرى أبكت الجزائريين سامي ونوردين هما الأخران كان ضحية لضغوطات نفسية كانت تعاني منها أمهم أين رمت بهم من الطابق الخامس للعمارة التي يقتنون بها بحجوط ولاية بازا القصة الكاملة لهذه التراجيدية مع تفق الأمدفل التاريخ التلتاء الحادي عشر من شهر أكتوبر المكان مدينة حجوط ولاية بازا الساعة كانت في حدود الثامنة ونص صباحا الزوج قبل أبناءه وخارج للعمل بعد أن حضرت له زوجته القهوة ودون سابق إنذار زوجته التي تعاني من اضطرابات نفسية أقدمت في لحظة جنون على إلقاء نفسها وابنيها سامي البالغ من العمر عشر سنوات ونوردين ثلاث سنوات من الطابق الخامس للعمارة التي يقتنون فيها مصالح الحماية المدنية تدخلت فور وقوع الحادث ونقلت جتتين طفلين والأم التي كانت في حالة حرجة إلى مستشفى المدينة لتلفظ أنفاسها الأخيرة فيه في حدود الساعة التاسعة ورد وصلتنا جتتين طفلين أحدهم في سن سنتين وثلاث أشهر والآخر في سن تسعة أشهر قرابة سنة والأم كانت في حالة يعني يرثلها حادثة ألقت بدلالها على العائلة وجعلتها تعيش الصدمة خصوصاً وأنها لم تكن تعرف القدر المشؤوم الذي كان ينتظر سامي ونوردين الذين ودعا الدنيا وهما لم يرى منها شيئاً حلقة جديدة في مسلسل الجرائم المرتكبة في حق البراءة الذي عرف انتشاراً كبيراً في الجزائر مؤخراً دون وازع ديني أو رادع قانوني واضح